السلام عليكم هاي البصمة كلش مهمة واريد الكل يسمع هنها يتحدين بها تحذير مهم جدا وهوية مشاكل صارت بهذا الشي خليك وياه هسه بدت امتحانات وبدأ الفاينال وبدأ الطلاب اللي عنده امتحان يريد مساعدة ويريد كذا ويريد كذا طلابنا العزاء كل شخص بالدنيا عنده اعداء وعندهم اشاكل ويا كم شخص هذا الشي واقع يعني انت اذا ساعدت شخص ممكن الخبر يوصل للشخص اللي انت تكرهه او تصل السالفة المهم هذا يعني اللي انت مؤسسة للدوم به اذا سمع الخبر بانه انت منطغش انت تدري نفسك راح تفصل وراح يعني ممكن تحبس وتصير مشكلة وتعرف هسه الوضع الاسئلة نشرت ما لفارث متوسط وهسه الاخبار جدا قوية واكو تركيز جدا من قبل التربية ومن قبل وزارة التعليم العالي على موضوع نشر الاسئلة والحلول والغش وكذا فدير بالكم من هذا الموضوع بعدين انا ارجو اسألك سوال يا اخي انت ذا قدمت مساعدة لهذا الشخص اللي انت تسمونها مساعدة هي غش شن الشي اللي راح تحصله اقسم بالله العظيم اول ما تنذب السجن اول شخص هو اللي يساعدك اللي ساعدت انت يتبرع من عندك يا اخوان ابتعدوا عن هذه الامر والله العظيم ما به غير المشاكل واني يوميا تجيني اكثر من الف رسالة ممنوع منع عن باطن دا اقول احد يراسيني ويريد حل اسئلة هذا الشيء يعتبر غش ويحاسب عليه القانون حتى اذا ما يعتبر غش حتى اذا جامعة قلتك تساعد بيناتكم هذا مو من اخلاق المهنة انه انت تنطي غش للطالب الامتحان المخصص للطالب حتى هو يشوف الكتاب ويحل شوف علقه وقل ويحل حتى يبحث حتى يستفاد مو اني ولا غير يجي يساعده يا اخي اخوان ابتعد من هذه المشاكل ابتعد عن هذه المشاكل شلك بهاللذة هاي من الفقر اتضيع مستقبلك من ورا كم شخص وانت لو قعت بشدة هذا الشخص نفسه اللي ساعدته اقسم بالله العظيم ما يسلم عليك سلام فدير بالك ولا تصدق بأي شخص لا صديق ولا اخو احتمال صديقك انت تساعده يعني بس صديقك هو احتمال يعني حشاكم مغفل يعني عفويا وقالها الاخر قال والله اني نجحت بامتحان ومساعدة هذا الشخص يعني صارت بدون حقد وصارت هواي شغلات وتوصل استالفة للجامعة او للمدرسة وتورط نفسك بمشكلة انت ما لك بها داعي فيبتعد عن هذه المشاكل نصيحة اخوية